لو عندنا يوسف لو سمحت في عندي وزن الاوزان الخاصة بالعيش طب خلينا اوريكوا الاول عينات تعالوا نشوفوا العينات الاول مكانها حاضر عيوني انت تؤمر يا سلام حضرتك ادي رغيف اتنين تلاتة اربعة خمسة فيه تلاتة اللي قدام دول تلاتة اهم قدامك معلش هتتجيلي ادي قدامك اهو ده رغيف العيش ده اصغر واحد ده اصغر واحد قدام حضرتك اهو بنشوف اهو ادي ده اصغر واحد ادي التاني اهو ده يمكن اكبر شوية عدوا اكبر لا ده يمكن اكبر شوية ده اكبر شوية والتالت ده اكبر منهم التالت ده اكبر من التلاتة تلاتة دول من مكان واحد تلاتة دول قدام تمام اهو نبقى فيه امانة تبقى فيه امانة واحنا بنعرض الحكاية قدام حضرتك اهو سيد دكتور علم صلح وزير التموين انا بعرض العيش اللي اشترناه النهاردة من احدى اه اه احد المخابس فيه اه محافظة القليوبية فيه كمان اتنين قد اتنين تانين دول حاجة تانية دول حاجة تانية دول مختلفين هنا الموضوع مين بقى خلي بالك هو ده ده وده ده خمسة خمسة ساغ شوف الفارق ما بين ده وما بين ده ما بين ده وما بين ده ده بخمسة وده بخمسة بس هنا رجل امين يعني هنا صاحب المخبس ده عنده ضمير عنده ضمير وعنده امانة هنا ما عندوش ضمير وما عندوش امانة تاني بقول لان هنا باين مش محتاج اوزن يا لو عند مزان كنت اوزان مش محتاج اوزن ده محتاج اعمل كده يبان الفارق قد ايه يبان يبان شفت حضرتك الفارق قد ايه الفارق ده كله كله ده ما يجيش تسعين جرام ده يجي سبعين تقريبا اعتقد يعني تقريب يعني تقديري كده ممكن يبقى سبعين ممكن يبقى سبعين ده يجي تسعين ويمكن اكتر من تسعين ده طبعا الديق هنا مختلف الديق هنا ده جودة انضف ده جودة انضف ده مش كويس ده مش كويس انا بقوله ده مش كويس هنا تمام يعني العامل ده يشكر والعامل ده يحاسب لانه هو خد ايه مدعوم من البلد الدولة دفع مليارات وتتحمل مليارات عشان اطلع رغيف العيش ده اللي هو ده ده مدعوم من الدولة وده مدعوم من الدولة بس ده كان امينا وده ما كانش ابدا ولا عمل اي حاجة فتخيل ده الفلوس دي راحت فين راحت جيبه راحت جيبه ما راحتش المواطن اللي انا كنت بتكلم عليه مبارح مع مسؤولين التموين انه الفلوس دي والدعم ده الدعم اللي الدولة بتدفع فيه عشرات المليارات من الجنيهات عشان يصل للمواطن بطاقة التموين فالدولة حريصة بس هنا في ناس ليس لديها الامانة هنا ناس حريصة هنا الى حد ما بس انا بتكلم على ده وبتكلم على ده الفارق هنا صعب لما لاقي مواطن يشتري ده ويدفع فيه خمسة ساغ ويشتري ده ويدفع فيه خمسة يبقى هنا تظلم المواطن اللي اشترى العشدة تظلم طيب مين اللي هيرقب لي التلاتين الف مخبس عشان يطلع على العشدة مين فيه رقابة بس مش هتكفل تلاتين الف خليلنا نبقى يعني مع بعض كده بامانة من غير بس من محد يزعل انا بتكلم هنا على الاكل بتكلم على العش بتكلم على رغيف الخبز بتكلم على بتكلم العيش هنا والعيش هنا الاتنين الدولة دعماهم ده مش عيش حر ده مش العيش الحر خلي بالك في بعض المخابس تاخد العيش ده لانه هو بيدي مساحة معرفش ازاي هالقانون او لا انا معرفش انا معرفش بيدي مساحة خد مثلا فرن او مخبز اتناشر شوال عشان يخبزهم للناس عشان الخمسة ساغوا التموين بيخبز منهم لو هايل يعني وربنا هيكرموا وكلهم هايلين يخبز من الاثناشر حداشر اقول حداشر مش هقول اكتر مش هقول اقلي من كده خليني اعلى حاجة مش هقول عشرة ويخبز الشوال اللي اتناشر عيش حر يعني ايه عيش حر يعني اللي بخمسة ده ده ابيعه من اللي على مزاجه بقى ممكن بخمسين وممكن بجنيه وممكن خمسة وسبعين يبقى هنا طلع مكسب قد ايه اللي هو اسمه العيش السياحي لما الناس روح دي يقولك العيش السياحي هو ده العيش السياحي من ايه من الدقيق البدعم بس هو ببقى مسموح لحاجة معينة ما عرفتش مدى قانونيتها ما بدخلتش تفاصيل يعني يعني مش يعني ولكن مدى قانونيتها ايه انه هو المفروض المفروض انه الاثناشر كلهم يتخبزوا بالخمسة ساغ بالخمسة ساغ طبعا فيه ناس بتروح تشتري هو معهش بطاقة تموين ما هو مشكل المخابس بطاقة تموين للميت مليون بنشتري من المخابس زيت ولكن هو بيديك اللي معه البطاقة بيديله ده بخمسة ساغنة ياخد العشرين بجنيه في حد اخر ياخد العشرين بعشرين جنيه او بخمستاشر جنيه اللي هو معهش بطاقة تموين ما عنديش مشكلة انا معه بتكلم على الناس اللي البلد عملت دعم وتحملت كتير وبتعمل كتير عشانهم فانا عايز ده يوصل للمواطن اللي البلد شغالة عليه وشغالة لحسابه ما ينفعش انا بعد ما اعمل الاقي رغيف العجدة ابدا ابدا